يعني لما جاءوا يختاروا يختاروا من بين الأسوأ لماذا؟ لأن هذا هو المطلوب قائمة السفراء وقلت لكم راح نعلق عليها إن شاء الله فيه يقرب فرصة ممكن لما شفتها الأغلبية وبعضهم نعرفهم شخصيا يعني الأغلبية فاسدين ومفسدين لماذا يخيروا الفاسد المفسد كوالي كسفير كبروكيرير كقاضي مثلا هذه القضاة اللي يسمونها القطب الجزائي هذا اللي داروه في العاصمة خيروهم جابوا أبشع القضاة على استثناءات قليلة جدا 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 جابوا أبشع القضاة تعالي فون أي قاضي فيه شهامة فيه شرف فيه يقولهم أنا ما نقبلش المكالمات أنا ما جينيش مكالمات أنا نحكي بوصف الفق القانون وفق ظاميري والقانون آم بعدين كي جي التغييرات يبعثوه يطيشوه هذا إذا ما داروش حياته جحيم وخلاه يطلب لاروتريت انتي سي بي والله يدير كل مرة يحاول يهرب من هذا القضاء المجرم بأي طريق وكان لي حتى خرجوا الخارج كان لي حتى حربوا يعني إذا سواء كنت قاضي أو كنت والي أو كنت كوميسير أو كنت عقيد أو كنت جنرال قال إذا كان فيك الخير راح يدمروك لازم تكون فاسد ومفسد باش يقدروا يتحكموا فيك ولذلك راح وجابوا للشعب جزائري يخرجين في الكوكاين اللي تبون في عبارة من أنه عنده ارتباط بالكوكاين اليوم حتى هذه الجنرالات اللي ران شفنا أكثر من 31 جنرال مزاد طيحوا اليوم جنرال آخر والحقيقة هم علنوها اليوم فقط الحقيقة أنه رهم يحق معاه منذ عدة أيام وقريبا جدا ستسمعون رسميا أنا عارف أنه راه في الحقيقة راه في الاعتقال منزلي ورهم يحق معاه أو عندك هذا الجنرال هذا بن جلول جنرال بن جلول مدير الصحة العسكرية طبعا من الجنرالات المفسدين تعصح موش فقط الفاسدين هذه صحيح لكن ما طيحوش لأنه مفسد وفاسد لا طيحوه لأنه الآن توفيق ونزار وجنرالات هم من الخلف يعيدون في بناء جايبين الجنرالات اللي رام يعطون في المناصب دايرين الشرط الرئيسي المناصب المهمة كين جنرالات هم مناصب لكن مش مهمة لكن الآن رامدينوا في التغييرات اللي يبقاوا يجب أن تكون في التسعينات المقياس الكريتيريا الكريتيري الحقيقي اللي يبنوا عليه المعيار الحقيقي يجب أن تكون متورط في الدماء في التسعينات بالنسبة إليهم الحرك الشعبي هذا راح يكون لما يوطيح بهم وسيوطيح بهم أكيد بإذن الله راح تكون قضية تسعينات راح تجي لأن الناس يشوفوا التاريخ مش لأنها تسعينات لا لا لأنها تاريخ طبعا كين أيضا حداث الالفين واحد وحداث أخرى لكن تسعينات كانت فيها شيء مرعي فهم الآن قاعدين يجيبوا اللي متورطين مثلا هذا قوسمية لماذا نحوهه تعد درك الوطني من بين الأسباب الرئيسية مش فقط لأن اللي جابوها يحيى والحاج كان يسكر معه شنقريحا وفي فساد عارم لما كانوا في بشار مش هذا فقط هذا جزء من القضية لكن جزء آخر لأنه يحيى والحاج واللي حقد خاص وانتقام خاص من المقاوم الفاضل محمد عبد الله الأسير عند العصابة اليوم لأنه فضحوا وجاب له ملف انتع كيف كان يقتل في التسعينات بما فيها شاب قتلوه وفتحوا صدره وحرقوه كما شفتوا ما حدث لي بن سماعين لكن هذا كان كابيتاني يومها وأشرف على ذلك الآن تعينات كثيرة في المناصب المهمة خاصة داخل المخابرات ولكن أيضا داخل الدرك داخل الشرطة أيضا المناصب العليا يجب أن يكون المقياس أنه كان مجرما كبيرا دمويا معروف عليه الدموية في التسعينات ها هي البلاد كيف تقاد وهي كيف يشتمشي طبعا إضافة إلى أنه يجب أن يكون فاسد ويكون عنده أكثر من شقة وأكثر من فيلا وعنده المليارات في الداخل وعنده تهريب أموال في الخارج باش ما عنده شوين يلعبها أخلاقيا أو ما يسمعش الأوامر أو ما يسمعش تعليمات أو ولقاءات راهي تقريبا بشكل دوري تدور ما بين المجموعة أنت عن الزار توفيق الجنيرات اللي مرتبطين معها مش نقريحة إلى آخره وإن كان فيه خصومات لكن الجماعة جاهد يلعب هذا مجازر يلعب في دور أساسي في الجماعة بين حتى المتخاصمين وقالهم رأنا في بابور واحد لكون الشعب هذا ينتصر راح يجيبون كلنا الفينغة يعني راح كلنا يحاسبون والكوارث اللي داروها في التسعينات وهي اللقاءات راح يتستمر في الحقيقة طبعا اللقاءات كلها تتم بشكل سري حول مواعد السكر والويسكي والخمر والفساد والإشرام لكن الهدف هو فقط كيفاش يوصلوا إلى حل خلافاتهم وخصوماتهم وكيفاش يجيبوا شكون اللي يضمنوا فيهم باش مات باش مكاش واحد نضيف يقوم ولذلك بعض الناس أحيانا بعض إخواني سقسوني على الإنقلاب العسكري نحن ضد الإنقلاب العسكرية والإنقلاب اللي راح يتم في إطار الصراع ما بين الأجنحة والصراع هذا كما نعرفه ما هوش مبني على خصومات سياسية وإديولوجية هو صراع مبني على النفوذ وعلى المال على الفساد يكون عنده مال أكثر ومنافذ ونفوذ أكثر ومناصب أكثر إلى آخره لكن حتى لو افترضنا أنه كان انقلاب عسكري جاي ما تمنوش انقلابات العسكرية اللي يجي بالقوة يبقى بالقوة اللي يجي بالدبابة يبقى بالدبابة وأي تجربة ما لازمش نجرب المجرب ونكرر المكرر من 62 نحن نشوفه فيها جوا بالدبابة وقوا بالدبابة وغيرت خاسمه توصل إلى أن الدبابة تخرش شادي بن جديد كان عقيد وكان سيدهم وهو اللي دارهم جنيرالات وهو لكن في لحظة معينة ما عجبوه مش الحال ما توافقوش معاه جبوه برا زروال بالمناسبة اللي مرنا 8 سبتمبر بعد ثلاثة أيام تمر الذكرى 23 على اللي طاح به اللي هي تسمى استقالها في 11 سبتمبر 98 كان جنيرال وكان وزير دفاع وكان قبل ذلك قائد قوات برية يعني من قلب المطبخ العسكري يعني من قلب العسكري لكن في لحظة معينة اختلفوا معاه هو صاحبه محمد بتشين فداروا مجرس رهيبة في الصيف تعد سينات وضغطوا عليه إلى أن أرمى المنشفة واستقال سماوها استقالة هي إطاحة في الحقيقة هو هرب في 11 سبتمبر 98 يجب تمدين الدولة بكل ما تعنيه كلمة التمدين وإلا نبقى في إطار الأجنحة المتصارعة شكون يطيح شكون شكون يجيب لست شكون ولما كنا نقوله هذا الكلام اللي جمعت قيد صالح وكنا نقوله هالو مباشرة احنا رفضنا أن تكون عنا علاقات خاصة أو سرية أو تحت الطابلة أو مباشرة وحتى لما جاء واحد مرة تذكروا في رمضان 2019 وحدثني على أساس كان هذا صديق تلب قال لي رح زورني مريض لما رح تلقيت عنده هذا عقيد سابق قال أنا عقيد سابق وما كنتش عارف أنه موجود هناك وبعدين قاعد يحدث فيها وأنه القايد صالح والقايد صالح والقايد قلت له رك يعني تقول في أي كلام لو افترضنا لو افترضنا أن هذا القايد صالح نبي ونحن نعرف تاريخه يعني لكن لو افترضناه نبي هذا قضية الحكم العسكري كارثة لأن في النهاية هم ينظرون للمجتمع كثكنة كازيرنا عقليتهم هم مخدومين في عقولهم على أساس أن المجتمع كازيرنا وكازيرنا متخلفة ما هوش برك كازيرنا كازيرنا فيها شديد التخلف قتلوا نحن لا نؤمن بأن تكون عندنا علاقات سرية أو غير سرية مع أي جناح عسكري نحن نريد قيام دولة مدنية نعم تبان بعيدة الآن وتبان باللي فيها صحيح ما هو ما صارت دولة المدنية ممكن يزيد يخذ سنوات طويلة باش يتحقق بالفعل لكن يجب أن يبدأ في نقطة معينة لأنه كان نحققها أباءنا في الستينات لو كان مارشي احنا في 2021 ما زال نتكلم عنها لو كان نحققها إخواننا واللي أكبر منا قليلا في الثمانينات أو في التسعينات لو كان مارش الجيل اللي جانب بعد هو اللي ما زالي قاتل من أجل دولة مدنية قتال سلمي الحمد لله معركة سلمية ووضحت له باللي إحنا لا يمكن أنا كشخص أو حركة رشاد أو كل حر معنى الكلمة أن يامن ويدخل في علاقات سرية أو غير سرية مع العسكر نحن ما نقوله في السر نقوله في العلم وهو أن تقوم دولة القانون لطا دو درواء تتساوى الحقوق والواجبات وما فيش واحد فوق واحد لا باسم المنطقة ولا باسم جهة ولا باسم لغة ولا باسم لون ولا باسم جنس ما فيش الجميع القانون فوق الجميع بكل ما تعنيه الكلمة ويطبق على الجميع بإيجابياته بالتزاماته وبحقوقه وأنه وإذا ما مشيناش في هذا الإطار وقعدنا نفكر مرات بعض الإخوان يسقسوا يقولوا كان يقوم بإنقلاب عسكري ويكون في تجاه الصحيح ما كانش قلابة عسكري وفي تجاه الصحيح الاستثناءات القليلة التي حدثت مثلا في إسبانيا الـ 75 أو في البرتغال في الـ 74 لما كانت هناك انتفاضات عسكرية أنها مشات مع 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 الشعب مشات مع الانتفاضات المدنية كان هناك مثل ما هو الحراك اليوم مثلا لو يجوا عقداء أو جنرالات أو ويطيحوا بهؤلاء ويقولوا احنا احنا تحت أمر الحراك هذا ممكن لكن يكونوا موحدهم ويقولوا منقلاب ما فيش تنتقل فقط السلطة والنفوذ من مجموعة مفسدة إلى مجموعة مفسدة هذا ما كان وهذا اللي حدث مع القيد الصالح أنه اختنم الفرصة لما شاب اللي الشعب خلاص مصر فالول كان مع ابو تفليقة مع ابو تفليقة مع الانتخابات والجيس جاهز الانتخابات ومنش عارف إلى آخره ولما شاب شعب مصرر مصر استعرف في 26 مارس 2019 بضرورة تطبيق المادة 102 ثم تحدث في 30 و 31 مارس على المادة السابعة والثامنة ثم انساهم أصيب بالزهايمر وما طبقش المادة السابعة والثامنة والحقيقة تطبيق المادة 102 هو كان منقلاب منصوص عليه حتى وفق دستورهم وعاد بناء الواجهة المدنية ولكن بنفس الوقت خلف خصومة مع اللي كانوا دائما يذلوه ويكرهوه ويسبوه ويشتموه فاسجنهم أو هربهم من البلاد مثل النزار لكن كانوا يرتبوا ويحبر وقلنا هالوا من هنا أيضا وفي هذا المكان قتلوا سيتتم الإطاحة بكم وعندما يطحون بكم سيطحنونكم طحن وهذا اللي راح يحدث لم خير في مجمعة الجايد صالح راح في السجن أو هارب وبعضهم راح تحت القبر بما فيهم الجايد صالح ونسيبوا صواب وآخرين اللي كانوا معاهم إذن الفكرة الرئيسية اللي نرجعو لها هو أنه بدون دولة مدنية بدون شفافية بدون وضوح القوانين بدون إرادة الشعب هو اللي قرر مصيره بدون هذه الأشياء نبقى ونظوره في حلقات مفرغة ويبقى كلما مرت الأيام كانت الكوارث أكبر يعني قبل عام قبل ثلاث سنين من سقوط بوتفليقة كان الوضع أفضل بكثير مما هو الآن وفي الثمانينات كان الوضع أفضل بكثير من تسعينات وبداية الألفين بل أن الستينات والسبعينات رغم فقر الجزائريين إلا أنها عموما كان الوضع أفضل بكثير مما هي الآن طبعا كان في حكم استبدادي ما فيش نقاش ما فيش شك بكل ما فيه من مساوة لكن على الأقل كان هناك حدود لم تنهار فيها الجزائري لهذا الحد يعني في الستينات والسبعينات ما كانت مشكلة الأكسجين كما عشناها ما كانت مشكلة الحرائق كما شفناها ما كانت مشكلة الأسعار بهذه الأشياء الفضيعة كما نشوف فيها اليوم حكم العسكري بطبيعته كلما مرت الأيام كلما زاد انحراف وفساد وإجرام وتدمير للوطن هذا هو الحكم العسكري ولذلك موضوع الدولة المدنية موش كلام هكذا عام يدخل في عمق إدارة البلاد والنجاة بها وما نقعدوش تحت إذن هذا آخر الساقيتين هو الجنيرال وفيه 31 جنيرال في السجن هذو اللي عارفينهم بالأسماء وربما هناك أسماء أخرى ما زال ما نشعارفينها الأغلبية العظمى من هؤلاء اللي رمف السجن كانوا أرباب مع القيد صالح رشيد شواقي أو لشخم أو بعزة وسيني أخذوا كانوا أرباب البلاد لكنهم فقدوا في لعبة توازنات معينة بمجرد سقوط القيد صالح بدأوا يسقطوا بالواحد وقلنا لهم كلكم ستدخلون السجون إذا ما دخلتوش القبور عبث عبث حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة موسيقى